كشف فريق من الأمم المتحدة عن دمار واسع النطاق في مدينة خان يونس التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية السبت الماضي نعم ورصدت أيضا الصور الأضرار التي ألحقها العدوان بالمباني والمراكز الطبية والمدارس ناهيك عن الشوارع الممتلئة بالدخائر غير المنفجرة مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين وخاصة الأطفال الأيام تأتي تقيلة على سكان قطاع غزة وهم يتجرعون وزر 89 يوما بعد المئة من الإبادة الجماعية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي ليصطدم عداد الموت بأرقام قياسية لشهداء وجرحى ومفقودين هزة العالم مناطق دمرت بالكامل بعد أن كانت تدب بالحياة مدينة خان يونس ومن بعد المطاعم والمراكز التجارية تعيش حالة من الخراب الكبير الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحابه من بعد اجتياح بري همجي دام لأكثر من أربعة أشهر وبعد مهمة تقييم في خان يونس أفاد فريق من الأمم المتحدة بحدوث دمار واسع النطاق محيت فيه معالم المدينة وتحولت فيه المنازل والأبراج والمنشآت الاقتصادية إضافة إلى البنى التحتية والطرق إلى مسارات ترابية وأنها لم تعد مدينة صالحة للعيش أو السكن إذ تجاوزت نسبة الدمار الثمانين بالمئة إن الشوارع والأماكن العامة في خان يونس تمتلئ بالذخائر غير المنفجرة مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين وخاصة الأطفال وفي ظل هذا الدمار الذي لم يسبق له مثيل ومع الحنين والألم الأهالي يعودون إلى خان يونس لتفقد ما تركه الاحتلال إلا أنهم لم يجدوا إلا تفاصيل مؤلمة فوق أكوام كبيرة من الركام والحطام ووسط هذا الدمار لا يملك سكان خان يونس إلا النزوح من جديد بحثا عن الأمن والأمان أو مواصلة الصمود في وجه الحرب حتى يأتي النصر من عند الله تعالى ترجمة نانسي قنقر